كل شيء في الحياة يمكن أن تساوم عليه أو أن تتأخر أو تتخلف عنه إلا خبز الناس وقوط الناس يجب أن يكون خطاً أحمر وليست هناك مساحاتاً ووقتاً طويل لأي مسؤول أن يترهل أو أن يتخلف وخصوصاً بظروف كالظروف التي يمر بها العراق هناك نسبة عالية من تحت خط الفقر هناك بطالة كبيرة وفوق هذا وفوق ذاك هناك ارتفاع وما يشبه انهيار العملة مما أدى إلى ارتفاع كبير بأسعار السلع والبضاع الناس كانت تخشى أن يصل الدولار إلى مية وخمسين الدولار بدأ يشارف على المية وسبعين مقابل الدينار العراقي مفارقات كبيرة في هذا البلد واستصمت وتراجع عن كل الوعود التي كانت قبل أيام وقبل سنوات على إطار التنسيقي كان من أشد الذين والناقمين على ارتفاع صرف الدولار اليوم يصمتون وهم وحكومتهم يحاولون أن يجدوا شيء لكن الوقت ليس من صالح الجميع يجب أن تكون هناك سياسة مفارقة كبيرة في هذا البلد بلد احتياطيات النقدية تصل إلى مئة مئة مليار دولار لديه أرقام عالية من مخزون الذهب مبيعات النفط ترتفع أسعار النفط ترتفع كميات المصدرة ترتفع والفقر يزداد والعملة المحلية تنهار نريد أحدا منكم يطل علينا ليقول لنا ما الذي يجري البنك المركزي يقول المنصة الألكترونية الإطار يقول الأمريكان الأمريكان يقولون تهريب العملة والجان الحقيقي في كل ما يجري في مأمن ولا أحد ممكن أن يحاسبه أما أن تجوع الناس فلا بس الكل يعرف من سرقه ومن نهبه ومن هرب الدولار ومن دخل مزاد العملة وما هي المصارف ومن يقف خلف المصارف ومن هي القوى السياسية وكيف سكت البنك المركزي وكيف سكتت السلطات المختصة وكيف القوى السياسية هربت الدولار كلكم تعرفون إذا كان من إجراء حقيقي من أجل التاري للقبة الناس يجب أن تراجع كل مزادات كل معمليات مزاد العملة والبيع وكيف ذهبت الأموال وأين أصبحت الأموال وماذا أدخل من الأموال وأين وصولات البضايع بمليارات الدولارات وكيف هربت العمولات إلى دول الجوار هذا إذا كان يهمكم الأمر حقيقة أما إذا بقي نفس الكذب ونفس المسلسل على الشعب فعليكم أن تعرفوا شيئا ويجب أن يبقى في ذاكرتكم العراق ما بعد خليجي 25 ليس العراق ما قبل خليجي 25 ترجمة نانسي قنقر